قرد إلى سيدنا عمر بن الخطاب يقوم له من نبني عطالك فاستدعى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الولد وقال له إن أباك يحب إليه أنك تعرض فقال الولد من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورطاف هل الولد على وارده حقوق يا أهل والنمين قال له نعم قال له هذه الحقوق قال له أن يختار له ظن صالح ثم مالا أن معلمه القرآن ثم مالا أن يختار له اسما حسنا فقال الولد من أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورطاف يا أهل والمؤمنين إن أبين تزوج من نجوسية جالة في زنده وهذا أول رضا وضع في يالك تجاه كتبير المؤمنين ثم لم نعلمني شيئا من كتاب الله تباره وتعالى ثم قال له ثم سببائي جعلا أي سجاني خده سابق رضي الله فانصر ماذا قال أبين المؤمنين سيدنا إله حمر بن الخطاب رضي الله عنه ورطاه لهذا الهالي قال له قل يا رحب فقد عطقته قبل أن يعطف وأزدت إليه قبل أن كن سنى لليه أيها المسلم الكريم إن تغفيت الأولاد واجبة على كل مسلم لأنك سائل عن كل إبغاء عن مستوعيته أكذا قال نبيل نصر الله عليه وسلم شكرا